السلام عليكم اخوتي و اخواتي و مرحبا بكم في وصفات رشيد العمرية اليومي سوف نقوم بولو هذا المبرد من الصيف سهل تحضيره و رائع في الماداق سوف نقوم بشوكولات و بلوز و ان شاء الله نتمنى ترى الفيديو الاخر لكي تعرفون مكونات و الطريقة سوف يقوم بغزال و زوين و في المتناول سوف يعجبكم و اطفالكم و هذه مناسبة تستغله في هذا الصيف سوف تكتشفوا الطريقة و المقادير فورجة ممتعة لا تنسوا التدعمون لايك و مرحبا بكم على بركة الله نحتاج الكريمة الكريمة الخفق لديك الحلويات هذه تقريبا فيها سكار او زيت شوية السكار اخذت هذا الفلون بنكهة الكراميل وفلون بنكهة الفانيلا ويمكن لكم تعملوا اي نكهة انا اعمل جوج نكهات بالفانيلا و بالكاراميل من بعد تطربوا هذه الكريمة تطربواها جيدا حتى توقف و تحصلوا على قاوام يكون عاقد و ان شاء الله نكمل معاكم الصراحة يا ابنت يعطى طعم بين فانيلا و بين الكاراميل و ان شاء الله يجربوا لان صراحة يأتي غزال و يمكن لكم شوكولات يمكن لكم طريقة تقسموا هذه الكريمة و تعملوا نصف شوكولات و نصف شوكولات و نصف نكهة تبدل و بعد اخذوا قوالب البلاستيك و بالنسبة لي انا نعملها الكووس التي لا يوجد في حال القوالب البولو و لا تعملوا اي حاجة و لا تعملوا لا تعملوا على البولو لانه يأتي زوين سوف نصف شوكولات و سوف نصف شوكولات و سوف نصف شوكولات المهم ان تستعملوا لا تستعملوا الكووس الشاي او اي حاجة سوف نصف شوكولات مجمد و سوف يجمد بسهولة انا اخذت الكووس الصغيرة و عمرت الكريمة و من بعد تعملوا الأعواد نيت البولو نستغلوهم في حال هكوا و من بعد تغطوه بالبلاستيك الغيدائي لن يشم الشرائح المجمد و من بعد تجمده و من بعد اضرب الشوكولات و من بعد ترميه و من بعد ترميه و يمكن ان تعملوا اي حاجة اعجبكم سوف نضيف لأي شوكولات و من بعد نضيف لأي شوكولات و من بعد سوف نحيد و من بعد تجمده و من بعد تجمده و من بعد تجمده و من بعد تغطيبه تحديده بالبلاستيك و من بعد تجمده سوف تحصل على بولو سهل و بمقارمش في القرمشة من الغذة و يمكنكم و اضافة لك كما ترى سوف نكمل هذا البولور سوف ندخل المجمد كما ترى كوزينة سخونة مع طيبة الخبز سوف تزربوا عليه سوف ندخل المجمد سوف ندخل الغزال سوف تحمقه و المكونات بسيطة سوف تقدمه و تأكله بصحة و راحة سوف يأتي بحالة و أحسن هذا هو القوام بولو البسيط و السهل يأتي بصحة و راحة و تقدمه لولاداتكم لأن الولاد يريدون هذا البولور و نحن نعشقه لأنه يبردنا في هذا الصيف و لا يمكنكم تعملوا الكووس كما ترى كما ترى كانت تسحل المجمد لأنه يبدأت تسحل المجمد و نضيف الشوكولات لتماسكه كوزينة سخونة كما ترى سوف تحتفظ و سوف أعجبكم لأنه يأتي بغزال و نفس القوام كما ترى و ان شاء الله سوف أعجبكم هذا هو الشكل سوف نفعله في البلاستيك و ندخل المجمد و لا يأخذ الوقت و ان شاء الله تجربوا شكرا للمتابعة شكرا على الدعم شكرا على تعليقات كانت معكم وصفات رشيد العماري شكرا على المشاهدة و المتابعة و الى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة و مبسطة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة